المؤتمر العالمي الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية والمقرر له الأسبوع المقبل إن شاء الله بعنوان الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع ده هيكون يوم 29.30 من يوليو الجاري الاتنين والثلاث القادمين بإذن الله المؤتمر ده الحياة له أهمية كبيرة جدا خاصة أنه بيتم تنظيمه سنويا من قبل الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم هذه الأمانة مقرها مصر ويرأسها فضيلة مفتد ديارة المصرية الدكتور شوقي علام وده بيعكس طبعا المكانة الكبيرة لمصر في شتى المجالات خاصة في المجال الديني وما يرتبط بأمور الفتوى على مستوى العالم أجمع حول هذا المؤتمر وفعالياته وأيضا عدد الدول المشاركة فيه وأبرز المحاور وما ينتج عنه يدور حدثنا في حلقة الليلة مع ضيفنا الكريم في الستوديو فضيلة الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصري أهلا وسهلا فضل الدكتور خالد مرحب بفضلتك مرحبا بمشاهدين الكرام ويا رب يكون هذا الحدث الذي ينطلق من هنا دفعه لتكون لبنة في خطاب متوازن خطاب يقود هذه السفينة التي تحتاج لهذا الموضوع في هذا الوقت صحيح الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع عالم الحقيقة يعني زي ما بنقول يعيش فوق فوهة بركان إن صح التعبير أي أسباب اختيار هذا المحور أو هذا العنوان وأهمية المؤتمر هذا العام فضل الدكتور خالد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم صلى على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم هذا المؤتمر في هذا العام بمثابة نداء ورسالة قوية ستنطلق إن شاء الله في موعدها من هنا من مصر من أرض الكنانة من أرض الأظهر الشريف من أرض الحضارات والأهرامات من دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم إلى الناس في كافة أرجاء الأرض في مشارقها وغاربها بجميع أديانهم بجميع مشاربهم هذه رسالة إلى الجميع أن الخطاب العالمي والخطاب وخصوصا البعض والخطاب أي خطاب إذا افتقد إلى الأخلاق فإنه يفتقد إلى كل شيء ومن الرسالة من هذه الرسالة أن التطرف سواء الديني أو غير الديني هو في النهاية خطاب لا أخلاقي نعم خطاب يفتقد إلى الأخلاقية فإنه خطاب لا أخلاقي أن الأخلاق ميزان العمران ميزان العمران البشرية إذا وجدت الأخلاق فهناك ميزان ومعيار للتعمير البشري وللتقدم التكنولوجي يعني حتى على مستوى التقدم التكنولوجي ونحن نتكلم في استقبال لأمر نعمة كبيرة من الحق سبحانه وتعالى لا يسمى الزكاء الاصطناعي لكن الميزان لهذا الاستقبال الحسن سيكون هو المؤشر الأخلاقي هذا المؤشر الأخلاقي ما على الجالب الآخر وبخصوص التخصص الذي ينطلق منه المؤتمر قطعا تخصص الإفتاء لأننا في الفترة السابقة وجدنا ما ينتسب إلى مجال الإفتاء للأسف وهو مجرد من الأخلاق ينتسب ولا يتصدر وهو ليس أهلا يا دكتور وينتسب خطأا ويتصدر وليس أهلا وأسوأ شيء فيه يعني طبعا مجال الإفتاء مجال شريف مجال الإفتاء دائما حتى تعودنا ودرجنا على أنها جسمها أدب الفتوى والمفتي والمستفتي أدب أخلاق لكن هذا المجال للأسف في الفترة السابقة ومع هذه السيولة التي تحصلت في العالم لذلك كان المحور الأخلاقي هو الركن الركين في هذا المؤتمر أو العنوان الرئيسي للمؤتمر البناء الأخلاقي هو الذي سنطلق من الرسالة الأخلاقية إذا صح التعبير تجديد الأخلاقي هذا الميزان تأكيد على الثوار التي حتى نحيي لسالة بناء الإنسان هذا لا نفصل أبدا عنه نحن نتكلم عن تجديد الخطاب الديني في أركانه المتعددة نحن نتكلم عن تجديد الخطاب الديني هناك له أركان أو العدة زوايا منها مواجهة الخطاب المتطرف الديني واللا ديني يعني فيه خطاب متطرف ديني وطبعا ده مررنا به بشتورة القطاب الكراهية أيضا لللا ديني والذي يصل إلى الإلحاد والنحية الأخرى وجدناه لابد أنه عشان نواجه هذا يكون في إحياء لأخلاقنا وقيامنا مرة أخرى